ناقشت اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بآلية عادة هيكلة الدعم الحكومي لمستحقيه تقرير اللجنة الفنية البرلمانية الفرعية بشأن عادة هيكلة الدعم والتصورات التي تم طرحها في التقرير حيث قررت اللجنة البرلمانية المشتركة جملة من القرارات والتصورات التي من المزمع مناقشتها مع رئيس وعضاء الوفد الحكومي للجنة التشريعية الحكومية المشتركة في الاجتماع المقبل عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بآلية إعادة هيكلة الدعم الحكومي لمستحقيه اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي حيث ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الفنية البرلمانية الفرعية بشأن إعادة هيكلة الدعم والتصورات التي تم طرحها في التقرير قررت اللجنة البرلمانية المشتركة جملة من القرارات والتصورات والتي من المزمع مناقشتها مع رئيس وأعضاء الوفد الحكومي للجنة التشريعية الحكومية المشتركة في الاجتماع المقبل وتلخصت قرارات اللجنة في زيادة الشرائح المستفيدة من الدعم المالي علاوة الغلاء حيث يستفيد رب الأسرة الذي يتراوح دخله الشهري من صفر إلى ثلاثمائة دينار علاوة دعم مالي قدرها مئة وخمسون دينارا وذلك بزيادة مقدارها خمسون دينارا إذ يستفيد من هذه الزيادة أكثر من سبعة وثلاثين ألف رب أسرة بينما يحصل رب الأسرة الذي يتراوح دخله الشهري من ثلاثمائة وواحد إلى سبعمائة دينار دعما ماليا قدره مئة دينار وذلك بزيادة مقدارها ثلاثون دينارا حيث يستفيد من تلك العلاوة أكثر من خمسة وأربعين ألف رب أسرة أما بالنسبة لرب الأسرة الذي يتراوح دخله الشهري من سبعمائة وواحد إلى ألف دينار فسوف تحسب له علاوة مقدارها خمسة وسبعون دينارا وذلك بزيادة مقدارها خمسة وعشرون دينارا وسوف يستفيد من تلك العلاوة أكثر من ثلاثة وثلاثين ألف رب أسرة كما استحدثت اللجنة فئة رابعة لرب الأسرة الذي يتراوح دخله الشهري من ألف وواحد إلى ألف ومئتي دينار حيث يحصل على علاوة قدرها خمسون دينارا وذلك وفق المعايير التي وضعتها اللجنة الفنية وبشأن المساعدات الاجتماعية للأسر والأفراد الضمان الاجتماعي قررت اللجنة الإبقاء على الامتيازات الحالية لمستحقي الضمان الاجتماعي كما هي واستفادة مستحقي الضمان الاجتماعي من زيادة علاوة الغلاء من مئة إلى مئة وخمسين دينارا وفقا للاشتراطات المحددة واحتساب علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين من ضمن دخل رب الأسرة ووضع سقف لمجموع المبالغ المستحقة للحالة الواحدة من الضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء بما لا يتجاوز ثلاثمائة وخمسين دينارا ويشمل ذلك الأسرة والفرد وذلك حتى لا يتساوى مع الحد الأدنى الفعلي لرواتب المواطنين العاملين دون المساس بالمستحقين الحاليين ويطبق على الحالات الجديدة فقط وأوصت اللجنة كذلك بتكثيف الجهود لإدماج مستحقي الضمان الاجتماعي قدر الإمكان في مشاريع التأهيل والتوظيف وكذلك مشاريع الأسر المنتجة كما توافق أعضاء اللجنة على مضاعفة مخصص الإعاقة إلى 200 دينار لذوي الإعاقات الشديدة وهي الشلل الدماغي والتوحد والإعاقات المتعددة وصرف مخصص 100 دينار لجميع ذوي الإعاقة المتوسطة والتي تتمثل في العجز الجزئي الدائم لبعض قدرات الفرد الجسدية أو الحسية أو الذهنية وتضعفه عن القيام ببعض الوظائف الأساسية في الحياة بصورة مستمرة أما بالنسبة لعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين فقد توافق أعضاء اللجنة على علاوة مقدارها 150 دينار لمن تقل رواتبهم التقاعدية عن 700 دينار فيما يستحق ممن تتراوح رواتبهم التقاعدية من 700 إلى 1500 دينار علاوة قدرها 125 دينار كما توافق أعضاء اللجنة بشأن من تصل رواتبهم التقاعدية من 1500 إلى 2000 دينار إذ سيحصلون على علاوة قدرها 75 دينار ومن المتوقع أن يستفيد من هذه العلاوات 97% من المتقاعدين أما بالنسبة لعلاوة السكن فقد قرر أعضاء اللجنة الإبقاء على الوضع الحالي حيث يحصل كل صاحب طلب خدمة إسكانية مر على طلبه الإسكاني 5 سنوات على قوائم الانتظار علاوة بدل سكن قدرها 100 دينار سواء كان طلبه عبارة عن وحدة سكنية أو قسيمة ترجمة نانسي قنقر